بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا جدول من خلاله يظهر ما ذكرته لكم منذ قليل كون القلقلة أمرا بين الحركة والسكون أمرا بين الحركة والسكون أنا أسألكم ولما تجيبونني أضغط على الزر خليك معي لا تنظر في الكتاب ممنوع الغش الفرق بين الساكن والمقلقل والمتحرك إذن عندي ثلاثة حالات ساكن مثل أش مثل أس مثل أم وعندي مقلقل مثل أقو أطو وعندي متحرك مثل باتا إلى آخره الحرف الساكن كيف يخرج طيب ماذا يصاحبه عند خروجه ولا شيء المقلقل كيف يخرج ماذا يصاحبه عند خروجه المتحرك كيف يخرج ماذا يصاحبه عند خروجه حركة من الحركات لاحظ ما لون باللون الأزرق هو وجه الشبه بين الساكن والمقلقل وما لون باللون الأحمر هو وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك وما هو بالأسود هو وجه الفرق انتبهنا فلو نظرت إلى السطر الأوسط اللي هو المقلقل تجد بأنه يشبه المتحرك بالتباع ويشبه الساكن لا يصاحبه شيء تبهنا كيف ويخالف المتحرك لأنه يخرج عفوا ويخالف الساكن لأنه يخرج بالتباعد والساكن بالتصادم ويخالف المتحرك لأنه المتحرك يصاحبه حركة أوضح من هيك ما عاد مقارنة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك هذه با متحركة مفتوحة تخرج بتباعد الشفتين والفكين لأنه انتبه لي لهالصورة ولاحظ أنه حيبتعد مين ومين الشفتين والفكين انظر لاحظ الأسنان كيف عم تبتعد والشفتين هذا شو؟ هذا متحرك شوف هلأ هذا المقلقل هذه مرت معنا من شوي مين عم يبتعد؟ أما الأسنان يعني الفكين ما عم تبهنا؟ الآن هذا ساكن مدغم مثل وأبا تمام؟ وتب وتب الباق الأولى يعني انظر هذه على القاعدة هيتخرج بإيش؟ بالتصادم شوف؟ كمان؟ كمان؟ أب واضح؟ باق ساكنة غير مقلقلة بين قوسين مدغمة ما يعني مدغمة؟ هي الباق الأولى مثل أبا وتبا ما أغنى نعم تدخلوا بتصادم الشفتين هذه صورة ثالثة فيها ثلاثة جنب بعض أب أب باق واضح؟ مراتب القلقلة مراتب القلقلة الحرف المقلقل كما ذكرت لكم بالنسبة لصفات الحروف قلت لكم أن صفات الحروف تكون أوضح وين؟ في الساكن وتكون أقل وضوحا وين؟ في المتحرك القلقلة ذكر العلماء كلام يشبه ذلك قالوا إن كان حرف القلقلة موقوف عليه معنى ما في بعده شيء أحد لم يليد هذه الدال خرجت وما بعدها شيء أما لما نقول هلأ شوفوا كلمة لم يليد خليكم معي اسمعوا لم يليد الدال ما في بعدها شيء نفس الدال لم يليد ولم لما وصلت مع ولم أنا نطقت الدال مباشرة غيرت شكل فمي بدي يجيب شو؟ الكلمة اللي بعدها فقال العلماء هذي أقل شوي من اللي قبلها فقالوا القلقلة قسمان عند الموقف على الحرف المقلقة الاسمه كبرى وعندما يكون حرف القلقلة في وسط الكلام هذي شو اسمها؟ صغرى انتبهنا وسط الكلمة أو الكلام الكلمة مثل يقطعون حبلون والكلام مثل لم يليد ولم انتبهنا كيف؟ شوف اللوحة كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل مثل الفلق محيط كسب بهيج أحد والمشدد حق وتب الحج أشد انتبهنا؟ وما في طاء مشددة في القرآن ما في طاء مشددة موقوف عليها انتبهنا؟ فلما من قول مثلا يعطونك كلمة فيها حق؟ لا بدون ألف ولام بدون ألف ولام بغيري حق حق القلق لا يلقى في الأولى ولا يلقى في الثانية؟ الثانية الأولى شبهها؟ مدغمة هي ساكنة بس مدغمة فتخرج بالتصادم انتبهنا بغيري حق هذه الأولى ق هدي مين؟ الثانية وتب هدي مين؟ الأولى المدغمة ب هدي مين؟ الساكنة الموقوف عليها المقلقلة الحد هدي مين؟ الجيم الأولى الساكنة المدغمة ج هدي مين؟ الجيم الثانية الموقوف عليها والفتنة أشد هذه الدالة الأولى د هدي مين؟ الثانية صغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام نحو يقضي هدي وسط الكلمة ولا الكلام؟ كلمة يطاعم شايفين؟ فالما بدي يقول يطاعم بدي الطاعة هدي اجعلها لا تتأثر بالضمة قبلها ولا بمين؟ بالكسرة بعدها يو طعي يو طعي يا قضي تبهنا شلون؟ يو بصيرون يو بصي ما بيصير يقول يو بصيرون يو بصيرون شو بكون عملت أنا؟ بكون خفضت الفك ورفعت وسط اللسان قبل أوانه قبل وقته وتجعلون أيضا وتجعلون يدخلون أيضا ما بيصير يقول يدخلون شوفوا الغلط يدخلون شو عملت الآن أنا؟ ضميت الشفتين عند المقلقة ليه؟ ما لها مبرر ها؟ يدخلون أين يكون ضم الشفتين؟ عند الخاء هذا وسط الكلمة الآن وسط الكلام لينفيق ذو فيق ذو فلو وصلت تكون صغرى لو وقفت على لينفق شو بتصير؟ كبرى وبينا مقلقلا إنسكنا وإن يكن في الوقفي كان أبينا بعض إخواننا اللي صنفوا من المعاصرين وهم ضعاف في التأليف قال يكون القلقلة صغرى إن كانت وسط الكلمة وكبرى إن كانت آخر الكلمة لا لا مو آخر الكلمة بدأ يكون موقوف عليها الجزري قال وإن يكن في الوقفي كان أبينا فكلمة الوقفي مثل لينفيق لما تقف عليها أما إذا وصلتها فصارت إيش؟ فصارت في وسط الكلم الكلام وَلَا تُشْطِيطَ وَهْدِيْنَا طِيطَ وَهْدِيْنَا إبطاء الساكنة بدنا نحرص على قلقلتها دون أن تتأثر لا بالكثرة قبلها ولا بالفتحة بعدها فَانْصَبْ وَإِلَى أيضا الباء يَخْرُجْ مِنْ وَمْ يَخْرُجْ مِنْ بِيْتِهِ مُهَاجِرًا يَخْرُجْ مِنْ قَدْ أَفْلَحْ نعم تنبيه إذا أضغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يُقَلْقَلْ مين؟ الأول يعني إذ لو قلقل لن فك الإضغام وَتَبْ الباء الأولى مُقَلْقَلَ مع كونه ساكنة لا تُقَلْقَلْ لأنه مُدْغَمَة ولو بدك تُقَلْقَلْه حين فك الإضغام بدك تقول وَتَبْ تبهنا كيف؟ وما أحد يفعل هذا إذ لو قلقل لن فك إضغام حق قَدْ حق هذه القاف الأولى المُدْغَمَة قَدْ هذه المفتوحة الثانية أَطْطَلَعَ أَطْ هذه مُدْغَمَة خرجت بالتصادم كبقية الحروف وهكذا بقية الأمثلة هذه مشددات أيضا السطر الأول الحرف المشدد في كلمة واحدة الحرف الثاني بين كلمتين لأن الطارق أصلها الطارق طبعا أنا أصلها كلمتين وَلْيَكْتُبْ تُبْ بينكم لما وصلناها أضغمنا الباء في الباء فصارت إيه؟ وَلْيَكْتُبْ بَاء وَقَدْ دَخَلُوا وَقَدَّا هذا بالنسبة للمجانس إضغام في المجانس سيأتي معنا بالتفصيل عندما نضغم حرفا قويا في حرف أضعف منه كالطاء في التاء في هذه الأمثلة أَحَطْتُ ستأتي معنا بالتفصيل فلما نقول قَالَ أَحَطْتُ بِمَا هَلْ نُقَلْقِلْ هَذِهِ طَاءَ ما نُقَلْقِلْهَا إِذْ لَوْ قُلْقِلَ لَمْ فَكَّ الْإِضْغَامُ هنا في إضغام ولكنه إضغام شو؟ ناقص سيأتي معنا بإذن الله تنبيه 2 عند الوقف على حرف قلقلة مشدد نحو حق وَتَبْ أَلْحَجْ أَشَدُ فإن القلقلة تكون للثاني منهما كما ذكرت لكم منذ قليل لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم بين الطرفين عضو النطقي وعليه فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة المشدد فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج تبهنا لأنه لا طلع إلا كمان بعض المصنفين المحدثين الله يهدينا وإياهم قال القلقلة لثلاث مراتب الجزري بيقول مرتبتين هني بيقولوا ثلاثة شو الثالثة أخي؟ قال المشدد في صغرى وكبرى وأكبر مين هي الأكبر؟ قال المشدد شبه المشدد؟ قال هذا مشدد وبالتالي قلقته أكبر لك يا عمي انت هدي شوي لما بتقول الحج عم تقلق للجيم الأولى وللجيم الثانية الثانية طب الأولى بأي شيء يعني أثرت ولا شيء فلذلك الحج القلقلة للجيم الثانية مثل بهيج اتباهنا كيف؟ فما في داعي لهالكلام نصيحة لله تجنبوا كتب المحدثين إلا ما رحمه ربي نادر يعني إذا كان الإنسان مبتدئ عليه بكتب القدمة تقول لي القدمة مثل مين؟ مثل الرعاية لماك القيسي مثل التمهيد في علم التجويد لأبي العلاء الهمذاني التمهيد لعلم التجويد لابن الجزري مثل التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد لأبي عمر الداني مثل منظومة السخاوي عمدة المفيد وعودة المجيد مثل منظومة المقدمة الجزرية وشروحها مثل منظومة المفيد في التجويد للطيبي مثل منظومة أبي مزاحم الخاقاني يعني هذه الأمور أولى من كتب المحدثين السبب أن المحدثون ضعاف في التأليف ضعاف في التأليف أخطاء تحدث عند أداء القلق له أول خطأ خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث كما ذكرت لكم منذ قليل مثلا لقد كان شو بي قل لك أشبه بإيه؟ نعم هون شابها ضمة هون شابها فتحة خطب صوتها بهمزة هذا خطأ شنيع ليش شنيع؟ لأن فيه زيادة حرف انتبهنا يعني لما يقول أنا قل هو الله أحد الله الصمد شايفين الهمزة؟ ما بتصح ما بتصح وتصوروا في بعض من يعلم الآن بيقول لازم تجيبها مو بس بأنه ماشي الحال لازم تجيبها ليه؟ التعريف القلق له هي نبرة والنبرة هي الهمزة في لغة العرب لا حول ولا قوة إلا بالله من التعريف بدك تخذها وتترك تلقي الأم كلها وتترك عدم نص أحد من العلماء على لا هي موجودة في التلقي المكتوب ولا هي موجودة على ألسنة القراء المعتبرين ولا أستاذه اللي علمه لهذا القائل كان يفعل هذا أنا بعرف هذا وبعرف أستاذه انتبهنا كيف؟ فلذلك يعني الواحد يكون حذر بعدين إذا كان بدنا نجيب همزة هون كيف بدنا نعمل بقوله تعالى يخرج الخبأ ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ لما بدنا نوقف على الخبأ شو ما نقول؟ الخبأ هناك نتعمد نتعمد إخراج همزة لأنه في همزة انتبهنا الذي يخرج الخبأ فعلى كلام هذا القائل الخبء والصامد نفس الشيء مع أن واحدة فيها همزة في المصحف وفي النطق وفي الوصل واحدة ما فيها انتبهنا الخطأ الثالث مط صوتها وتطويله أنا سمعت من عدد من القراءة هكذا سمعوا أحد أحد أصمد هالمط هذا بالعكس هذا حرف شديد ونحن قلنا بأن الحرف الشديد ايه؟ زمنه قصير أحد أصمد بهيج ج ج وبس الأمر الرابع بطروا صوت الحرف المقلقل عما بعده قلت لكم منذ قليل إن القلقل أمر متروك في العاميات فكلنا لما يتعلم تلاوة القرآن يعلمه أستاذه كيف يقلقل إذن نحن نتعلم من أستاذنا القلقل فبعض المقرئين جزاهم الله خيرا لما بعلموا يعني يقطعون هذا الصوت عما بعده ليلفتوا نظر مين؟ الطالب فبيقول له يا قضي يا قضي فبيظن الطالب أنه هيك لازم يعملها تبه هنا كيف؟ اسمع يا قضي يبصيرون يدخلون هذا الأستاذ فعلك يا من أجل نبهك مو من أجل تعمله أنت المفروض يقول يا قضي يبصيرون يدخلون لغة هاي لغة يا شباب هنفتش يعني لغة العرب هيك كان يحكوا ما أحلى والله العرب يقول يا قضي يبصيروا ما حدا بيعملها جنان يبصيرون يقطعون فقط اهتزازه أمشي تبهنا؟ هذه أبرز الأخطاء التي تقع في أداء القلق نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله صحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ورسله 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 وجبريل من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدوا للكافرين إنما معنا في تطلع الور مضيطة تطلع شبه مضيطة وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَلَقَدَ انْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ اكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ وَعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ 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 يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ حَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فِيْتْبِينَ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنَ حَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ مِنْ خَلَاقُ مِنْ خَلَاقُ وَلَبِيثَ مَا شَرَوْبِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَمَا اتَّبَعُوا مَاتَةُ الشَّيَاطِينُ وَعَلَىٰهُمْ لَوْ دَائِمًا بِحَاجَةَ إِلَّا جَوَابِ لَوْ صَارَ كَذَا بِسِيرَ كَذَا طبعا هنا كيف فجوابها محذوف يفسره المقام أول الآيات واتبعوا ما تتفع فعنقول ربي لو كانوا يعلموا طبعا هنا حتى نحن بدأوا لو تفهم ومسكرة شو يعني؟ ما تتعلمين طبعا هنا كيف فجواب لو محذوف يفسره السياء أو المقام وَلَوْ أَمَنُوا وَلَوْ أَمَنُوا وَلَوْ أَمَنُوا لو كانوا يعلموا لو انتبهنا الحقيقة أن المكثوبة من الله لا يعادلها شيء لم اكتبوا المكثوبة من غير المقام سمحتوا تقدير السلام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ نَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ الْعَظِيمِ شَاعدِينَ قَمَنْ اَعْظُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو نأتي بغير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو نأتي بغير أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها أو مثلها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل من قبل من قبل من قبل من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل شكرا لكم شكرا لكم